السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مبارح الدنيا كلها مقلوبة أرجون إيريجيسي وصل 2800 ماجنس فابيانو كروانا أرجون إيريجيسي ناكامورا الأربعة دول دلوقتي فوق الـ 2800 رسمي كلاسيك المباراة دي أرجون استطاع من خلالها أن يصل إلى الـ 2800 نحن ما نعرفش بقى هو كسب ولا خسر ولا تعادل نحن ما نعرفش بقى بس هي دي اللي وصلته ما عرفش بقى عشان مش هايز أحرق لك حاجة محبش أحرق انت عارف بيدأ ملك الماتش ده اتلعب في الجولة رقم خمسة من كأس الفرق الأوروبية للشطرنج هو بلعب في فريق اسمه الكالويد وهيلاعب ديمتري أندريكن اللي لسه كسبان جوكيش في فريق اسمه تركيش ايرلاينز الطرق الجوية التركية سيلعب ديمتري أندريكن الكاروكان دي فور دي فايف كاروكان تفريع التقديم المين لاين بش بفايف لا أنا هلعب الساكند مين لاين هات البيداء اي سيكس عايز أرجع البيداء هذا الشكل أصبح فرنسي مش كاروكان عشان احنا قفلنا على الفيل المفروض بيطلع في تفريعات الكاروكان برا اي ثري رجع بيدك عادي المين لاين هنا بي فور والنقلة التانية نايت اف ثري والنقلة التالتة كوين جي فور هات البيداء وبتلعب عليها نايت هنا وتاخد البيداء حاجة شبه كده الوانور فارييشن بتاعة الفرنسي مش موضوعنا نايت اف ثري تم اختيارها والآن نقلة ممتازة هي نقلة رقم اثنين على الداتابيب اف سيكس انت لا تستطيع ان تحافظ على هذا البيدق على الاي فايف بال اف سيكس دي امشي يا فيل الصبر جميل انا عايز احافظ على ان اسيطر على المربع بتاع الاي فايف يعني حتى لو اكل احط قطعة ما بتضطرتش اي فايف انا بهدد بيدق في بيدق بيدق في بيدق فيل في بيدق بكش بي فور ما فيش الكلام ده نايت دي سيفن مش هسمحلك ابدا انك تغرس قطعة في الاي فايف انا عايز البيدق بيشيب دي ثري انا هكمل انتشاري نايت اتش سيكس نايت اتش سيكس كمل انتشاره بصوا على وقت اللاعبين الاتنين محدش فيهم فكر حتى الان كوين اي تو تبييت تبييت دي اول نقلة يفكر فيها اخد تقريبا خمس دقايق اش معنى اصله سيب البيدق ده بلاش وهو البيدق ينفع يتاخد لا لو اكلت اكل هات الفيل باكل بكش تخسر المطش بعد ما يمشي كده هات الفيل يا عم ماكل تعالك الوزير ده راح ما بيعديش من هنا وانا هربطه دلوقتي ولا هنا ولا هنا ولا هنا الوزير ده راح لا مراحش انا هرجع هنا اربطك انا هقفل السكة هات الوزير امشي يا عم الان كوين دي سيكس راحت القطعة يعني لو الوزير مراحش في قطعة هاتروح والخسارة حتمية طيب ما حدش اقولي بقى قطعة دي اصد القطعة دي يعني ااكل وانا ااكل وانا الوزير راح كده برضو طي يا عزيزي ارجون يفطن الى ذلك انه ماينفعش ياخد البيدق وكان بيحسب التفريع ساعة مكان اندريكن عليه اللعب فلعب مباشرة سي فور مافكرش ليه لان الحسابات اللي قاعد يحسبها في انه ياخد البيدق ده حسبها واندديكن كان قاعد يحسب يعني فا محبش يحرق وقت نايت اف سبن ضغط اسطوري على مربع ال اي فايف بيدق في بيدق الان ان اكلت تخسر لكن انا هاكل هنا وانا هاكل وانا هاكل وانا هاكل وانا هاكل ماذا لو نتش هذا البيدق الفيل بيجي على الوطر ويكسب الرخ فما ينفعش انا هكمل انتشار ازاي تسمح ببدائين للاسود في الوسط كده الاسود بقى ممتاز لا حصان في بيدق لو اكل هربطه اوكي والمنتج النهائي بيدق ضعيف ثلاث جزر بيدقية واحد اثنين ثلاثة قصد جزيرتين بيدقيتين بيشيب سي فايف تبييد بيشيب اي سيكس هات الحصان لا اسود كتعويض عن هذا العك البيدقي مع امتياز الفيلين والرؤعة مفتوحة عشان كده الانجين مدي 3 من 10 للاسود بس هنا كان لازم ارجون كان لازم اندريكن يفطن الى التهديد القادم الا وهو وزير هنا هات متات ولكنه لعب النقلة الخيبانة دي هات الرخ النقلة الخيبانة دي قفلت هجوم الوزير على الفيل فاقدر اعمل كده هات مات يقول ستوكفشة بست موفك انت تعمل كده ولو هو راح لكده تقوم وكل انت كده انما انك قفلت السكة هات المات جي سيكس اجباري اخد بيدق وانت تقفل يعني تطلع تحمل مات بقى جدير بالذكر ان ما ينفعش اقبل عشان كده اخدت بدائين وهتمشي هتديلك كيش هترجع وبعدين كل اللي فيل بكيش انا روقت عليك على الاخر ما ينفعش فكوين اي سابن بشب اي فور بفكرة عميقة المربعات البيضة عند الاسود وحشة انا عايزة كسر الفيل للبيضة هات الفيل ام عايزة كسر الفيل للبيضة اصلا ما ينفعش تمدي ايدك تاكل عشان الدبل جواست وأنا كمان جيت على آخر قطعة جبتها في الهجوم المالك ميشي من الربطة امشي يا روخ حاضر هات بقى لو سمحت الفيل والآن روك اي 2 دفاع جيد لنقطة الاف 2 بي 6 نايت سي 2 هات الفيل امشي بالفيل فين اندريكن معه تقريبا 3 دقايق ونص احنا في النقل رقم 28 امشي هنا طبعا عشان افضل ضغط ومحجم حركة الحصان لا لا انا همشي هنا معنى انك شلت قطعة من الهجوم على الاف 2 ان في قطعة تحررت ممكن كمان شوية ابقى امشي واتحرك او امشي واتحرك ما هم يعني 3 مهاجمين 3 مدفعين شلت واحد يبقى انت حررتلي كمان واحد من المدفعين كوين اتشفورت لعبت الاول والان كوين دي 5 افضل من كوين دي 5 كان كوين بي 3 ضغط على البيدق واذا دفي على البيدق تعمل كده انا عايز البيدق ولو انت كالت تخسر عشان الكش كش مات اما كوين دي 5 اللي اتلعبت اتلعب عليها اي فور هات الوزير وهات الرخ جدير بالذكر يا عزيزي انك انا اكلت الان دي متات طبعا في كوين جي 3 وزير في رخين بس انت مش مطرد تعمل كده اطلاقا فارجون لعب كوين اتش سيكس والانجين بقول دي مش حلوة بس فكرة ارجون انك ما تقدرش تاكل البيدق عشان انا معلقك او معلق الرخ بتاعتك بس كوين سي فور موجودة ومعنى ان كوين سي فور موجودة ان البيدق سيسقط ما زلت لا تستطيع ان تنتش علشان في كش وبعدين يمشي وبعدين تاكل الرخ وينفعش دنيا متعلقة فرجع يحمي الانهات لو سمحت ايضا لا يمكن ان تأكل هنا لانك سبت بقى الضغط على الرخ خلاص وبالتالي اقدر انا اكل تديني كش امشي معاتش عندك اي تكملة بتاعت كشات وماتاته الكلام ده خلاص اخرج تاكل البيدق ده وتسلم كمان حبة المهم يا سيدي هات الوزير نايت اي ثري في الوقت المناسب هات تكسير هنا يعني ال 2800 كلهم متجمعين في النقلة دي لان عشان تلعب النقلة دي دلوقتي فانت قيمت الشكل الناتج في النهايات وشفت ان النهايات دي ممكن تبقى في مصلحتك ودي حاجة انا لسه قاعد بستعجب عليها لحد دلوقتي ارجون شاف ان لما ياكل 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 هو احسن ازاي هو احسن يعني ما عندوش ولا بيدق سالك عندو بيدق ضعيف البيدق ده سالك ازاي اللي سوق الابيض احسن هنا يعني يعني باي مخ جابه عقله ان الابيض هنا احسن الكاونتر بلاي اللي هو شافه خليه يقول انا احسن ايه ايه فيه ايه الكاونتر بلاي روكسي 2 انا عايز سيبك يا عم هيروح دلوقتي يقولك مثلا هات البيدق ايه وضعك هلعب روكسي 7 ولو طلع بالملك هلعب روك دي 1 طبعا لازم روك دي 4 اكباري ولابيض مازال احسن بعد دي عايز اعمل كده ارجع البيدق بتاعي وانزل اديك متات ولابيض احسن اندريكن اللي مع 3 دقايق وشوية يلعب اي 4 عشان يفتح السكة ياخد البيدق ده واحتمال يدفع البيدق ده على الهوى فيفتح الصف في السابع ولو قدر يحط روخين في السابع ممكن ياخد تعادل او يمكن ماكسب روك دي 1 كان عليه الان ان يلعب اي 3 بكل الاشكال اي 3 مهمة والفكرة انك ان اكلت دلوقتي ياكل وبعد روك سي 7 عايز متات عندي روك دي 4 مانع المات عشان يقدر اغطي بس على الاقل قدر تعمل كده اقطع المالك بتاعك ما بيطلعش في حماية البيدق اللي كان هنا قبل ما تاكل يطلع كده وكده وكده لا خلاصا هقطع المالك وضحرج البيادق دي ده كان الابشن الوحيد الاي 3 دي وانا اتكلمت عن فكرة فتح الصف السابع دي كتير قوي في الفيديوهات وفي الحلقات يا جماعة مين اللي الصف السابع بتاعه ما فيهوش ولا بيدق مفتوح الاسود بعد روك تيكس هذه الكارثة روك سي 7 علامة تعجب تفوز الوحيدة التي تفوز يعني طب ليه مش دي يعني عشان دي عليها ما تنزالش بالتانية انما دي انا عايز مات في واحد وما فيش بقى قفل سكة على هاكل ده لازم اروح الحق الدنيا كده عشان لو اداني كيش دلوقتي اتش فور ميشي لو اداني كيش لازم ارجع اغطي بسهو مش مضطر ياكل هو هيطلع يقول له هات كيش مات فلازم يفك نفسه يعني بعد ما اكل بكيش يهرب هو اكل بكيش يهرب وبعدين جوز وبعدين مش عايز مات الملك رجع تاني عشان لما يدي له مات يرجع يغطي وعلى امل ان البيادق دي بعد ما الامور بتاعة المتاة دي تتحل تعمل حاجة كينج جي 2 روك بي 4 جماعة انا نفسي جدا احط على روك بي 4 دي ها 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 علامة ها 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 اللي هو يا انت متفائل جدا ده انت يعني بص انت بتعمل كده عايز بقى ها 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 مفيش كلام ده عامل السرعة في الشطرنج مهم جدا هات الروخ دي لو سمحت لا لا هات الروخ دي لو سمحت ايوه دي ايوه لا انا عايز البيدق والله طب بتفضل بديني كيشي وخد البيدق ديني يا ابني كيشي يا ابني كيشي وطل خد البيدق وخد مات في دماغك اا اعمل ايه روك بي وان روك بي وان اعدي له مات مات ايه مات فيه مانا برجع كده ادفع البيدق هات بقى مات مات تتحلش لان انت الراجعة بتاعتك الوقت تقفلت بالبيدق تنتهي المباراة ما اعتقدش ان في مباراة توصل بيها 2800 اشيك من المباراة دي المباراة دي شيك جدا عليك ان تعلم ان فرق الليفل مش التقييم بقى الناس التقييماتها كلها قريبة شوية من بعض شوية لكن فرق الليفل الشطرنجي بان جدا في نهايات الارخاخ لو انت مذاكر نهايات ارخاخ كويس مستوك هيبان جدا الفرق بينك وبين اللعيبة العادية جديد بالذكر ان هنا ايضا الكيش تمشي وبعدين تاكل البيدق يعني هتضحي روخ بس مات برضو بتاخد مات مبروك ارجون ايرجيسي عن جدارة واستحقاق يصل الى 2800 اتمنى تكونت بسط واستمتعت بهذا المحتوى وعملت لايك لازيز واشتركت في القناة واشوفك على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبراكاته